السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى كيف نستعمل C-E لإدخال القيم عن طريق الكيبورد هنا بعض الأمثلة مثل C-OUT نكتب C-E ثم العلامات تختلف من اتجاه إلى آخر إذن في هذا المثال عرفت متغير A وكتبت C-E هذه العلامات A إذن الكمبيوتر سينتظر من المستخدم إدخال القيمة في الشاشة السوداء والضغط على Enter عندما نضغط على Enter، القيمة التي وقع إدخالها سيقع تخزينها داخل A بإمكاننا أيضا أن ندخل عديد من القيم في سطر واحد إذن هنا عندي A, B و C ثلاثة متغيرات قمت بـ C-E المتغير A المتغير B والمتغير C الكمبيوتر سينتظر إدخال ثلاثة قيم باستعمال الكيبورد الآن سنكتب برنامج نستعمل فيه C-E نقوم باستدعاء اللايبراري iostream دائما أول خطوة لأن هذه اللايبراري أذكر أنها تحتوي على C-E و C-Out using namespace std ثم نعرف الدالة الرئيسية int main ونكتب سأعرف متغير A وسأعرف متغير B وسأدخل قيمتين سأكتب C-Out enter a first number عشان يفهم المستخدم أن عليه أن يدخل قيمة ثم C-A نفس الشيء سنسوي copy-paste عشان أسرع في الكتابة enter a second number إذن القيمة الثانية ثم C-In B وسأكتب C-Out A equal قيمة A C-Out B equal قيمة B ثم return 0 أو ما هو بالضرورة أن نكتبها إذن أول خطوة الكمبيوتر سيعرف متغير A ثم متغير B ثم سيطبع في الشاشة enter a first number ثم سينتظر إدخال قيمة ثم سيطبع enter a second number ثم سينتظر إدخال قيمة ثانية ثم سيطبع قيمة A و قيمة B هنا كتبت A يساوي لكن لم أطبع قيمة A إذن يجب أن أضيف A وهنا أضيف B وإلا لن يطبع قيمة A و قيمة B build run إذن الكمبيوتر يطبع في الشاشة السوداء enter a first number ينتظر أن ندخل القيمة إذن C-In A الكمبيوتر الآن ينتظر سأدخل القيمة 10 و أضغط على enter عندما أضغط على enter الكمبيوتر يمر للإنستركشن اللي بعدها اللي هي enter a second number enter a second number سأدخل القيمة 20 أضغط على enter والكمبيوتر سيطبع A equal قيمة A 10 B equal قيمة B 20 بإمكاننا نستعمل سين أيضا لإدخال float أو حروف إلى غير ذلك مثال آخر كيف ندخل float إذن أعرف متغير float by مثلا أكتب C-Out enter a float number إذن المستخدم حيث أنه عليه أن يدخل float number ثم C-In pi القيمة يقع تخزينها داخل المتغير pi ثم سأقوم بتباعة القيمة المدخلة The float number is pi ونفذ هذا البرنامج build ثم run enter a float سأضع 3.14 والكمبيوتر طبع لي The float number is 3.14